موسيقى أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدين آخر حواراتنا لهذا الصباح نتكلم عن المرأة والتمكين الاقتصادي من خلال فرص عمل مختلفة ومجالات مختلفة النهاردة اخترنا ان احنا نتكلم تحديدا عن الهاند ميد او المشغولات اليدوية ازاي ده مجال بيدي المرأة فرصة انها تقدر تشتغل تقدر تعتمد على نفسها تقدر تساعد اسرتها بشكل يمكن بيناسب ظروف كتير من السيدات اللي بيكونوا مرتبطين بالمنزل وما يقدروش ان هم يلتزموا بموعيد او اماكن شغلة بعيد عن بيتهم يقدروا ان هم يبدعوا في الاعمال اليدوية ويقدروا كمان ان هم يسوأوها الكترونيا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسائل الانترنت المختلفة بالاضافة طبعا الى دعم الدولة ليعني مثل هذه الاعمال من خلال اقامة المعارض المختلفة اللي بتهتم بالحرف والمشغلات اليدوية في الفترة الاخيرة او ايضا مبادرات بتدعم المرأة في هذا المجال لمزيد من التمكين الاقتصادي ودعم المرأة طبعا واكيد دعم الاسرة بشكل عام ده اللي هنحاول نتكلم عنه في حوارنا دلوقتي مع ضفتنا المشرفانة فيه للستوديو استاذ عبير سليمان الكاتبة الصحفية المتخصصة في قضايا المرأة صبعا الخير استاذ عبير مشرفة ونومنا صبعا الخير اتشرفت استاذ عبير شايفة ازاي مجال زي المشغلات اليدوية كطريق لمزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة خلينا اقول لك المرأة اصبحت محور مؤسس للحالة الاقتصادية الاجتماعية والمصرية بشكل صريح وبشكل واضح يعني المؤشرات والإحصائيات بتقول ان المرأة اصبحت مشارك اصيل في تحديد المصار المالي للأسرة المصرية سواء كان مصار مستقر او مضطرب فكونها انها تعمل وهي عندها اعباء اخرى زي العبء الطربوي بشكل يضمن عدم الخلل في الجزء الطربوي ده امر يهم كل المجتمع وكمان مؤسسات الدول لان النشق هو الرهان الحقيقي للمستقبل او للغد فخروج المرأة من بيتها احيانا في ظروف معينة والاطفال بيكونوا في سن معينة بيهدد السلام الاجتماعي او السلام الاسري فالصناعات الصغيرة او الهند ميد او الاعمال اليدوية بتوفر عدم وخروج المرأة للشارع وفي نفس الوقت بتدر ربح مادي للأسرة فأمر يسر وامر احنا بنبقى نسعد فيه مجتمع الناس وعموما بيسعد بهذه المبادرات لانها بتوفر اعباء كتير جدا ما بنبقاش متطرين ان احنا نقول للمؤسسات ادعموا المرأة ودوها وقت اوفر سواء كان للرضاعة او لرعاية الاطفال او الابناء او مساحات من الوقت اقل في العمل لانها بالتالي بتشتغل شغل يدوي في البيت بيناسب فئة كبيرة جدا من السيدات طبعا بيناسب ظروفهم بالضبط وغالبا الصناعات الصغيرة عاملة زي مفتاح السر كده يا استاذة يعني السهل الممتنع امر بيجيب فلوس وفي نفس الوقت خسيره ضعيفة او المخاطر بتاعته قليلة كمان الخسارة فيه برضو قليلة يعني الهاند ميد او الصناعات اليدوية دايما خسارتها قريبة ما هياش الصناعات الكبيرة اللي ممكن تتهزم أسرة اذا خسرت بعد الشار كمان التسويق فكرة صناعة فكرة التسويق للمرأة الغير عاملة واللي بتشتغل في البيت ده امر جيد جدا لانها بيديها شعور انها محتكة بسوق العمل لكنها في البيت يعني بتقدر انها تكون عندها سكيلز او مهارات لها علاقة بالتسويق الالكتروني او فتح مجالات تسويق او حتى تنزل في معارض او تشارك في معارض او تتابع المعارض ده بيخليها يعني عقلة يعني زهنها او فريق تفكيرها الاقتصادي تختلف صحيح طيب خلينا نتكلم كمان عن دور الدولة من خلال مبادرات مختلفة لدعم المرأة في هذا المجال الصناعات او المشغولات اليدوية سواء من ناحية اقامة معارض طبعا احنا عارفين في معارض ديارنا وفي معارض كتير بتهتمي بيها القيادة السياسية حتى بتبرز المشغولات والحرف اليدوية لكن كمان فكرة التسويق لان زي ما كنا بنكلم قبل ما نبتدي الحقيقة انه فيه سيدات يقدروا يعملوا شغول غيادة ويحلو جدا لكن ما يقدرواش يسواءوا نفسهم دور الدولة هنا شايفت ازاي خلينا اقولك ان كان مبشر جدا ان الدولة تقوم في صندوق دعم المشروعات الصغيرة مش بس باقراد المرأة 60% من النساء هم اللي قاموا بأغز الكرود دي وده امر مبشر جدا وكمان تجديد الكرود يعني هي تخلص كرد وتجدد الكرد وتضعفه فده معناه ان هي لقيت سمرة مش بس بتقردهم لأ بتدربهم على المهارة بتتابع المهارة بتوجد لهم تسهيلات للتسويقية زي ما حدثك عرضتي في معرض كلامك الامر ده جيد جدا لان المرأة ما تنزل في سوق العمل وصلت نكون ربك بيت او عندها اسرة او عندها اطفال ما بتكونش لما بكل الامور اللي ليها علاقة بالسوق او ليها علاقة بالصناعة حتى اللي هي تجدها يعني حدثك قلتي قبل الهوى انه ممكن انا اشتغل لكن ما عرفش اسوأ ما تعرفش بقية تفاصيل ادارة هذا العمل او طريقة بيعه او طريقة الترويج ليه او طريقة وصول للمستفيدين الشخص اللي هيقطني العمل اليدوي ده ده امر في غاية الصعوبة وكمان هو اللي بيتابع العمل اليدوي وهو اللي بيدر الربح الامور دي كانت معنية بها الدولة انها توجد مشاريع او وعش عمل وتدريب للنساء اللي بيتم اكرادهم او للنساء اللي عايزين ينموا مهارات معينة عندهم ده امر جايد جدا كمان اقول حضرتك ان فكرة العمل اليدوي للمرأة او للسيدة سيدة المانزل امر جايد ليه اولا بيخلي عندها زم مالية مفاصلة وده امر جايد جدا اذا كانت بتتعرض الى العنف الاسري او بتتعرض الى شكل من الحرمان او الاضطهاد او شكل من القهر فهي تملك زم مالية تضمن لها كرمتها وتضمن لولدها كرمتها او زم مالية تقدر تساعد بيها الطرف الاخر او الشريك اذا تعثر او اذا كانت الاعباء الاقتصادية خاصة ان العالم كله بيعاني من زم اقتصادية صعبة جدا فوجود بدائل تضر الربح امر جايد فكرة كمان عمل كل افراد الاسرة المرأة فرد من افراد الاسرة ان انا اوجد لها منفذ للعمل يضر الربح وهي بتقوم بدورها كام وكربة منزل امر غاية في الروعة لان احنا كل فترة وفترة بنحتاج ان كل افراد الاسرة تعمل دلوقتي الراجل يعني بيجتهد انه يوفر لاصلته حياة كريمة بشكل او باخر لكن مش عيب ابدا ان الست كمشارك اصيل تساعده او تدعمه في هذا العمل اكيد طيب يمكن كنا كمان قبل ما نبتدي كلامنا على الهوى وحوارنا استاذ عبير كنا بنتكلم انه حضرك اتطلعت او شفتي عن قرب تجارب تجارب كعمل ميداني يعني تجارب ليه سيدات بالفعل بيعملوا في الحرف والمشغولات اليدوية ومبادرات كمان مختلفة بطرعهم يعني تنقللنا الصورة دي عن قرب خلينا اقولك ان انا كنت سعيدة جدا ما روحت الفيوم فكرة الفيوم احنا دايما نشوف الكرة اللي فيها فلاحين او فيها اماكن ريفية دايما مختصة بالمنتجات الالبان او البيض او تربية المواشي وما ينتجه من تربية المواشي او الدواجن او كده لكن فكرة ان نشوف فنون جميلة في الارياف امر كان بالنسبة لي مبهر خاصة في قرية تونس ومعهد الكرة اللي بتتبنى شغل على الازاز اللي بتتبنى مشغولات يدوية بتتبع للسياح بتتبع للزائرين ده امر بيدر الربح جامد جدا واحيانا بالدولار يعني احيانا كمان ربة المنزل بتصدر الشغلة اه او الافراد افراد الاسرة حتى الولاد في سن 16 و 17 سنة بيساعدوا امهم او ابوهم في المشغولات اليدوية او الاعمال اليدوية اللي بيطرقى الى مستوى الفنون يعني احيانا كنت بشوف اعمال فنية فيها حس ابداعي وحس فني رائع جدا وفي الاخر جات من مين جات من فلاحة كان كل الترويج لها او كل سوق اللي بيدر ديها ربح البيض والجبنة والزبدة والفطير ده كان مياه عندها حرفة طورتها واشتغلت عليها بالضبط فتح مجالات العمل في الاسواق الريفية امر كان مبهر بالنسبة لي وانا سعيدة بيه خاصة في الاماكن اللي فيها طابع اسري او طابع عريق او طابع يعني لقصر اسوان الاماكن الصعيد انا اماكن الصعيد دي لابد ان تكون يعني معمرة وفيها امر جلي في العمل اليدوي يعني لازم احنا نشوف نهضة حقيقية ودعم من الدولة ودعم من المحافظة ونبص شوية للصعيد ونبص شوية للكرة والاماكن لان بيبقى عندهم وقت طويل على الفكرة بمعجزة مثل المدن يعني عندهم الستات عندها وقت طويل فتقدر انها تدي للشغل اليدوي وعندها طاقة لابد ان تخرج وتدر على الاسرة ربح ده هيرفع من مستوى المعيشة واحنا كمان الدولة هيتشال من عليها اعباء اقتصادية تخص المهمشين والكادحين والفقراء صحيح طب هنا كمان دور منظمات المجتمع المدني الجمعيات الاهلية دورها في انها كمان تدعم وتقدم مبادرات لدعم تمكين المرأة اقتصادية من خلال مشروعات بتعتمد على الصناعات والمشغلات اليدوية ده كمان شايفة ازاي شايفة من اهم النقط احنا عندنا عدد كبير جدا من مؤسسات الاهلية لو على اقل نصهم يهتموا بهذا الامر في اعداد ورش للتدريب او لتحسين جودة الاعمال اليدوية والترويج لها وعمل معارض دورية لها زي جايت ديها مجلة دورية كسانوية ده امر هيوفر كتير جدا للناس اللي بتنتج المشغلات اليدوية انها تعرف تحدد توقيت الانتاج يعني ازاي انا مثلا اقعد في ست شهور اقوم بعمل اعمال اليدوية كذا قطعة قد ايه المفروض ان انا اعرضه قد ايه اللي ممكن يستهلك عقست اعملت دراسة جدوى اعرف اعمل دراسة جدوى عن طريق توقيتات المعارض ده امر جايت جدا انا فكرة وامر اللي هي علاقة بالتخطيط انت كمان بتدي مهارة اخرى للمشروعات اللي هي علاقة بالعمل اليدوي ان انا كسبونسور كواحد منتج في العمل اليدوي ان انا اعرف اخطط اكيد كيفية الترويج وكيفية البيع وكيفية الانتاج انتج امتى وقد ايه وما هتضرش كمان انتاجي ده امر جايت جدا وبيخللنا عندنا نساء مستثمرات صغيرات صحيح يعني اكيد دور مهم بتتكامل فيه بتتكاتف فيه سواء الدولة او مؤسسات المجتمع المدني بهدف تمكين المرأة اقتصاديا اللي اكيد هيؤدي الى تنمية المجتمع بشكل عام استاذ عبير سليمان الكاتبة الصحفية المتخصصة في قضايا المرأة مشكرا حدرك شكرا جزيلا شرفت بي شكرا شايدين نشكركم ايضا على المتابعة كده انتهت حلقتنا النهاردة من هذا الصباح وغدا حلقة جديدة واخبار وموضوعات وفريض حمل جديد الى اللقاء اهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدين اخر حواراتنا لهذا الصباح نتكلم عن المرأة والتمكين الاقتصادي من خلال فرص عمل مختلفة ومجالات مختلفة النهاردة اخترنا ان احنا نتكلم تحديدا عن الهاند ميد او المشغلات اليدوية ازاي ده مجال بيدي المرأة فرصة انها تقدر تشتغل تقدر تعتمد على نفسها تقدر تساعد اسرتها بشكل امكان بيناسب ظروف كتير من السيدات اللي بيكونوا مرتبطين بالمنزل وما يقدروش ان هم يلتزموا بموعيد او اماكن شغل يمكن بعيد عن بيتهم يقدروا ان هم يبدعوا في الاعمال اليدوية ويقدروا كمان ان هم يسوأوها الكترونيا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسائل الانترنت المختلفة وبالاضافة طبعا الى دعم الدولة مثل هذه الاعمال من خلال اقامة المعارض المختلفة اللي بتهتم بالحرف والمشغلات اليدوية في الفترة الاخيرة او ايضا مبادرات بتدعم المرأة في هذا المجال لمزيد من التمكين الاقتصادي ودعم المرأة طبعا واكيد دعم الاسرة بشكل عام ده اللي هنحاول نتكلم عنه في حوارنا دلوقتي مع ضفتنا المشرفانة في الستوديو استاذ عبير سليمان الكاتبة الصحفية المتخصصة في قضايا المرأة صبعا الخير استاذ عبير مشرفة ونومنا صبعا دايمة اتشرفت استاذ عبير شايفة ازاي مجال زي المشغلات اليدوية كطريق لمزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة خلينا نقول لك المرأة أصبحت محور مؤسس للحالة الاقتصادية الاجتماعية والمصرية بشكل صريح وبشكل واضح يعني المؤشرات والإحصائيات بتقول ان المرأة أصبحت مشارك أصيل في تحديد المصار المالي للأسرة المصرية سواء كان مصار مستقر او مضطرب فكونها انها تعمل وهي عندها أعباء اخرى زي العبء الطربوي بشكل يضمن عدم الخلل في الجزء الطربوي ده امر يهم كل المجتمع وكمان مؤسسات الدول لأن النشق هو الرهان الحقيقي للمستقبل او للغد فخروج المرأة من بيتها أحيانا في ظروف معينة والأطفال بيكونوا في سن معينة بيهدد السلام الاجتماعي او السلام الاسري فالصناعات الصغيرة او الهند ميد او الاعمال اليدوية بتوفر عدم وخروج المرأة للشارع وفي نفس الوقت بتدر ربح مادي للأسرة فأمر يسر وامر احنا بنبقى نسعد فيه مجتمع الناس وعموما بيسعد بهذه المبادرات لأنها بتوفر أعباء كتير جدا ما بنبقاش مضطرين ان احنا نقول للمؤسسات ادعموا المرأة ودوها وقت أوفر سواء كان للرضاعة او لرعاية الاطفال او الابناء او مساحات من الوقت اقل في العمل لانها بالتالي بتشتغل شغل يدوي في البيت بيناسب فئة كبيرة جدا من السيدات طبعا بيناسب ظروفهم بالضبط وغالبا الصناعات الصغيرة عاملة زي مفتاح السر كده يا استاذة يعني السهل الممتنع امر بيجيب فلوس وفي نفس الوقت خسيره ضعيفة او المخاطر بتاعته قليلة كمان الخسارة فيه برضو قليلة يعني الهاند ميد او الصناعات اليدوية دايما خسارتها قريبة ما هياش الصناعات الكبيرة اللي ممكن تتهزم أسرة اذا خسرت بعد الشار كمان التسويق فكرة صناعة فكرة التسويق للمرأة الغير عاملة واللي بتشتغل في البيت ده امر جيد جدا لانها بيديها شعور انها محتكة بسوق العمل لكنها في البيت يعني بتقدر انها تكون عندها سكيلز او مهارات لها علاقة بالتسويق الالكتروني او فتح مجالات تسويق او حتى تنزل في معارض او تشارك في معارض او تتابع المعارض ده بيخليها يعني عقلة يعني زهنها او فريق تفكيرها الاقتصادي تختلف صحيح طيب خلينا نتكلم كمان عن دور الدولة من خلال مبادرات مختلفة لدعم المرأة في هذا المجال الصناعات او المشغولات اليدوية سواء من ناحية اقامة معارض طبعا احنا عارفين في معارض ديارنا وفي معارض كتير بتهتمي بيها القيادة السياسية حتى بتبرز المشغولات والحرف اليدوية لكن كمان فكرة التسويق لان زي ما كنا بنكلم قبل ما نبتدي الحقيقة انه فيه سيدات يقدروا يعملوا شغل ييدوي حلو جدا لكن ميقدروش يسواءوا نفسهم دور الدولة هنا شايفة ازاي خليني اقولك ان كان مبشر جدا ان الدولة تقوم في صندوق دعم المشروعات الصغيرة مش بس بإقراض المرأة 60% من النساء هم اللي قاموا بأغز الكرود دي وده أمر مبشر جدا وكمان تجديد الكرود يعني هي تخلص كرد وتجدد الكرد وتضعفه فده معناه ان هي لقيت سمرة مش بس بتقردهم لا بتدربهم على المهارة بتتابع المهارة بتوجد لهم تسهيلات للتسويقية زي ما حدثك عرضتي في معرض كلامك الامر ده جيد جدا لان المرأة ما تنزل في سوق العمل وصلت نكون ربك بيت او عندها اسرة او عندها اطفال ما بيكونش لما بكل الامور اللي ليها علاقة بالسوق او ليها علاقة بالصناعة حتى اللي هي تجدها يعني حدثك قلتي قبل الهوى ان ممكن انا اشتغل لكن ما عرفش اسوأ ما تعرفش بقية تفاصيل ادارة هذا العمل او طريقة بيعه او طريقة الترويج ليه او طريقة وصول للمستفيدين الشخص اللي هيقتني العمل اليدوي ده امر في غاية الصعوبة وكمان هو اللي بيتابع العمل اليدوي وهو اللي بيدر الربح الامور دي كانت معناية بهالدولة انها توجد مشاريع او ورش عمل وتدريب للنساء اللي بيتم اقراضهم او للنساء اللي عايزين ينموا مهارات معينة عندهم ده امر جيد جدا كمان اقول لحضرتك ان فكرة العمل اليدوي للمرأة او للسيدة سيدة المنزل امر جيد ليه اولا بيخليها عندها زمة مالية مفاصلة وده امر جيد جدا اذا كانت بتتعرض الى العنف الاسري او بتتعرض الى شكل من الحرمان او الاضطهاد او شكل من القهر فهي تملك زمة مالية تضمن لها كرمتها وتضمن لولدها كرمتها او زمة مالية تقدر تساعد بيها الطرف الاخر او الشريك اذا تعثر او اذا كانت الاعباء الاقتصادية خاصة ان العالم كله بيعاني من دروس اقتصادية صعبة جدا فوجود بدائل تدر الربح امر جيد الفكر كمان عمل كل افراد الاسرة المرأة فرد من افراد الاسرة ان انا اوجد لها منفذ للعمل يدر الربح وهي بتقوم بدورها كام وكربة منزل امر غاية في الروعة لان احنا كل فترة وفترة بنحتاج ان كل افراد الاسرة تعمل دلوقتي الراجل يعني يعني بيجتهد ان هو يوفر لسلطه حياة كريمة بشكل او باخر لكن مش عيب ابدا ان الست كمشارك اصيل تساعده او تدعمه في هذا العمل اكيد طيب يمكن كنا كمان قبل ما نبتدي كلامنا على الهوى وحوارنا استاذ عبير كنا بنتكلم انه حضركة طلعت او شفتي عن قرب تجارب وكعمل ميداني يعني تجارب لسيدات بالفعل بيعملوا في الحرف والمشغولات اليدوية ومبادرات كمان مختلفة بطرعاهم يعني تنقللنا الصورة دي عن قرب خلينا اقولك ان انا كنت سعيدة جدا ما روحت الفيوم فكرة الفيوم احنا دايما نشوف الكرة اللي فيها فلاحين او فيها اماكن ريفية دايما مختصة بالمنتجات الالبان او البيض او تربية المواشي وما ينتجه من تربية المواشي او الدواجن او كده لكن فكرة ان نشوف فنون جميلة في الارياف امر كان بالنسبة لي مبهر خاصة في قرية تونس ومعض الكرة اللي بتتبنى شغل على الازاز اللي بتتبنى مشغولات يدوية بتتبع للسياح بتتبع للزائرين ده امر بيدر الربح جامد جدا واحيانا بالدولار يعني احيانا كمان ربة المنزل بتصدر الشغلة اه او الافراد افراد الاسرة حتى الولاد في سن 16 و 17 سنة بيساعدوا امهم او ابوهم في المشغولات اليدوية او الاعمال اليدوية اللي بيطرقى الى مستوى الفنون يعني احيانا كنت بشوف اعمال فنية فيها حس ابداعي وحس فني رائع جدا وفي الاخر جات من مين جات من فلاحة كان كل الترويج لها او كل سوق اللي بيدر لها ربح البيد والجبنة والزبدة والفطير تكن هي عندها حرفة طورتها واشتغلت عليها بالضبط فتح مجالات العمل في الاسواق الريفية امر كان مبهر بالنسبة لي وانا سعيدة بيه خاصة في الاماكن اللي فيها طابع اسري او طابع عريق او طابع يعني لقصر اسوان الاماكن الصعيد انا اماكن الصعيد دي لابد ان تكون يعني معمرة وفيها امر جلي في العمل اليدوي يعني لازم احنا نشوف نهضة حيقية ودعم من الدولة ودعم من المحافظة ونبص شوية للصعيد ونبص شوية للكورة لان بيبقى عندهم وقت طويل على الفكرة بمعزمة مثل المدن يعني عندهم الستات عندها وقت طويل فتقدر انها تدي للشغل اليدوي وعندها طاقة لابد ان تخرج وتدر على الاسرة ربح ده هيرفع من مستوى المعيشة واحنا كمان الدولة هيتشال من عليها اعباء اقتصادية تخص المهمشين والكادحين والفقراء صحيح طب هنا كمان دور منظمات المجتمع المدني الجمعيات الاهلية دورها في انها كمان تدعم وتقدم مبادرات لدعم تمكين المرأة اقتصادية من خلال مشروعات بتعتمد على الصناعات والمشغلات اليدوية ده كمان شايفة ازاي؟ شايفة من اهم النقط احنا عندنا عدد كبير جدا من مؤسسات الاهلية لو على اقل نصهم يهتموا بهذا الامر في اعداد ورش للتدريب او لتحسين جودة الاعمال اليدوية والترويج لها وعمل معارض دورية لها زي جايت لها مجلة دورية كسانوية ده امر هيوفر كتير جدا للناس اللي بتمتج المشغلات اليدوية انها تعرف تحدد توقيت الانتاج يعني ازاي انا مثلا اقعد في ست شهور اقوم بعمل اعمال اليدوية كذا قطعة قد ايه المفروض ان انا اعرضه قد ايه اللي ممكن يستهلك عقست اعملت دراسة جدوى اعرف اعمل دراسة جدوى عن طريق توقيتات المعارض ده امر جيد جدا انا فكرة وامر ليه علاقة بالتخطيط انت كمان بتدي مهارة اخرى للمشروعات اللي ليه علاقة بالعمل اليدوي ان انا كسبونسور كواحد منتج في العمل اليدوي ان انا اعرف اخطط كيفية الترويج وكيفية البيع وكيفية الانتاج قد ايه وما هتدرش كمان انتاجي ده امر جيد جدا وبيخللنا عندنا نساء مستثمرات صغيرات صحيح يعني اكيد دور مهم بتتكامل فيه وبتتكاتف فيه سواء الدولة او مؤسسات المجتمع المدني بهدف تمكين المرأة اقتصاديا اللي اكيد هيؤدي الى تنمية المجتمع بشكل عام استاذ عبير سليمان الكاتبة الصحفية المتخصصة في قضايا المرأة مشقرح ترجل شكرا جزيلا شرفت بيش شكرا مشايدين مشكركم ايضا على المتابعة كده انتهت حلقتنا النهاردة من هذا الصباح وغدا حلقة جديدة واخبار وموضوعات وفريض حمل جديد الى اللقاء اشتركوا في القناة